الله هو بمثل هذا اللقاء الذي نجلس فيه الآن ونتدارس فيه المضامين الصوفية والغاية والهدف لأن الثقافة الآن تحتاج إلى إضاحة والتوعية الناس في أمس الحاجة إليها لبيان وتحقيق وتأكيد وسطية الإسلام وما يشتمل عليه من فضائل ومحاسن والتصوف أقولها بالصوت الجهير وأكتبها بالخط العريض أمتنا الآن في أمس الحاجة إلى الثقافة الصوفية المعتدلة التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية قديما هم الذين وصلوا إلى درجة الصديق وكما وصفهم القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون